بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ومحمد وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم معكم الأستاذ ثامر عبد الرحمن العبد اللطيف من برامج ومعاهد التربية الفكرية للصف الخامس ابتدائي مادة الرياضيات أحبايا الطلاب والطالبات قبل أن نبدأ في هذا الدرس يجب علينا أن نزيل جميع المشتتات ثانيا الاستعداد جيدا للدرس ثالثا متابعة التمارين بالكتاب هيا نبدأ درسنا لهذا اليوم وعنوان هذا الدرس العدد 28 إذن أحبايا الطلاب والطالبات سوف نتعرف على أهداف هذا الدرس أولا أن يكرر الطالب والطالبة العدد 28 خلف المعلم ثانيا أن يميز الطالب والطالبة العدد 28 ثالثا أن يصنف الطالب والطالبة مدلول العدد 28 رابعا أن يرتب الطالب والطالبة الأعداد من 20 إلى العدد 28 خامسا أن يكتب الطالب والطالبة العدد 28 سادسا أن يستخرج الطالب والطالبة العدد 28 من بين عدة أعداد سابعا أن يحل الطالب والطالبة أنشطة الكتاب الدراسي أحبايا الطلاب والطالبات تعرفنا سابقا على قصة هند مع عائلتها إذن أين ذهبت هند يا أبطال مع عائلتها؟ أحسنتم ذهبت إلى الحديقة إذن ذهبت هند إلى ماذا يا أبطال؟ إلى الحديقة أين توجهت هند يا أبطال؟ أحسنتم إلى حقل الأزهار إذن هنا توجهت هند إلى حقل الأزهار وقامت بقطف مجموعة من الأزهار هيا نقوم بعد الأزهار التي قطفتها هند إذن واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة رددوا معي يا أبطال هيا نقوم بالترديد خلف المعلم إحدى عشر إثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر ثمانية عشر تسعة عشر عشرون واحد وعشرون اثنان وعشرون ثلاثة وعشرون أربعة وعشرون خمسة وعشرون ستة وعشرون سبعة وعشرون ثمانية وعشرون إذن هنا يا أبطال عدد هذه الأزهار تسعةwan ثمانية وعشرون كم عدد هذه الأزهار يا أبطال أحسنتم ثمانية وعشرون وهنا يا أبطال سوف ننتقل للوسيلة التعليمية هيا نشاهد الوسيلة التعليمية ركزوا معي يا أبطال هنا لدينا في هذا المبنى إذن في هذه النافذة كم العدد الموجود على هذه النافذة يا أبطال إذن على هذه النافذة كم العدد الموجود أحسنتم ثمانية وعشرون إذن العدد الموجود على هذه النافذة يا أبطال العدد ثمانية وعشرون إذن وهنا يا أبطال هيا نشاهد هنا لدينا هنا هذا العمود الأحمر إذن هذا العمود الأحمر إذن هيا نشاهد هذا العمود الأحمر هو عبارة عن مكعبات إذن عبارة عن مكعبات إذن تمثل العدد عشرة إذن هذا المكعب يمثل إذن هذا العمود يمثل العدد عشرة لماذا يمثل العدد عشرة يا أبطال لأن في هذا العمود يوجد عشر مكعبات واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إذن هنا عشر مكعبات موجودة في هذا العمود هنا عشرة عشرون وهنا في العمود أيضا البرتقال هنا يوجد عشر مكعبات هنا عشرة عشرون وهنا هذا المكعب واحد يعبر عن العدد واحد إذن هنا عشرة عشرون واحد وعشرون اثنان وعشرون ثلاثة وعشرون أربعة وعشرون خمسة وعشرون ستة وعشرون سبعة وعشرون ثمانية وعشرون إذن مجموع هذه المكعبات يا أبطال هو ثمانية وعشرون مكعب أحسنتم يا أحباي الطلاب والطالبات أحباي الطلاب والطالبات حينما تعرفنا على العدد ثمانية وعشرون إذن هنا سوف ننتقل للأنشطة الإثرائية إذن لدينا في هذا النشاط أرسم المدلول إذن هنا يا أبطال سوف نقوم برسم المدلول مدلول العدد ثمانية وعشرون إذن هنا سوف نقوم برسم مدلول العدد ثمانية وعشرون إذن داخل هذا المربع مدلول العدد ثمانية وعشرون إذن داخل هذا المربع سوف نقوم برسم مدلول العدد 28 إذن سوف تظهر لنا يا أبطال هنا مجموعة من الدوائر الحمراء إذن داخل هذا المربع الأزرق سوف تظهر لدينا ماذا يا أبطال مجموعة من الدوائر الحمراء وسوف نقوم بعد هذه الدوائر خلف المعلم إذن سوف نقوم بعد هذه الدوائر خلف المعلم هيا يا أبطال نشاهد هنا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة احدى عشر اثنى عشر هيا نردد يا أبطال رددوا معي ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر ستة عشر سبعة عشر ثمانية عشر تسعة عشر عشرون واحد وعشرون اثنان وعشرون ثلاثة وعشرون أربعة وعشرون خمسة وعشرون ستة وعشرون سبعة وعشرون ثمانية وعشرون اذا مدلول العدد هنا ثمانية وعشرون إذن ثمانية وعشرون دائرة إذن كم لدينا هنا يا أبطال من دائرة حمراء أحسنتم ثمانية وعشرون إذن لدينا هنا ثمانية وعشرون إذن هيا ننتقل هنا يا أبطال إلى هذا النشاط صل الأعداد في العمود الأول بما يناسبها في العمود الثاني إذن لدينا هنا يا أبطال في العمود الأول مجموعة من الأعداد ولدينا هنا في العمود الثاني مجموعة من الأعداد هنا سوف نصل العدد المتطابق لدينا هنا العدد 28 أين هو العدد 28؟ إذن لدينا هنا يا أبطال العدد 28 أين هو العدد المطابق للعدد 28؟ هيا نبحث عن العدد المطابق للعدد 28 أحسنتم ها هو العدد المطابق للعدد 28 وهنا العدد 26 أين هو العدد المطابق للعدد 26؟ أحسنتم ها هو العدد المطابق للعدد 26 وهنا لدينا العدد 27 أين هو العدد المطابق للعدد 27؟ أحسنتم ها هو العدد المطابق للعدد 27؟ 25؟ وهنا لدينا العدد 25؟ إذن ها هو العدد المطابق للعدد 25؟ أحسنتم يا أحبائي الطلاب والطالبات وهنا لدينا تمثيل العدد بالأشكال إذن كما شاهدنا سابقا يا أبطال إذن شاهدنا سابقا أن هذا العمود يمثل العدد 10 إذن هنا العمود هنا يمثل العدد إذن هذا العمود يمثل العدد 10 وهذا المكعب يمثل العدد 1 إذن هيا نقوم بعد هذه المكعبات إذن هيا نقوم بعد هذه المكعبات هنا عشرة عشرون واحد وعشرون اثنان وعشرون ثلاثة وعشرون أربعة وعشرون خمسة وعشرون ستة وعشرون سبعة وعشرون ثمانية وعشرون إذن يا أحبائي الطلاب والطالبات كم عدد هذه المكعبات كم عدد هذه المكعبات أحسنتم ثمانية وعشرون إذن عدد هذه المكعبات هو ثمانية وعشرون مكعب أحسنتم يا أحبائي الطلاب والطالبات أشكركم على حسن الاستماع كان معكم الأستاذ ثامر عبد الرحمن العبد اللطيف وإلى درس آخر